موسيقى جهود متميزة لاجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال اسبوع حققت خلالها الاجهزة الامنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الاجرامية شديدة الخطورة اسفرت جهود الاجهزة الامنية عن ضبط 393 عنصرا اجراميا شديد الخطورة ومصرع عنصرين بنطاق 22 مدرية امن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا ابرزها سلقة، سلاح، مخدرات، قتلة وضبط معهم 186 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الاجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات، ضميات، بورسعيد، ودقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والاسماعيلية تم ضبط 54 متهما وضبط معهم اسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الاسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع 751 قطع السلاح ناري ابرزها 92 بندقية 76 بندقية 44 مسدس 539 فرد محلي كمية من الطلقات مختلفة العيرة اضافة لـ 1292 قطع السلاح ابيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت اجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الاحكام في تنفيذ 469 968 حكما خضائيا باجمالية 33 896 محكوما عليهم من بينهم 1742 حكما جنايا ومائة وسبعة وستون الفا وتسعمائة واثنان حكما حبسة ومائتان وخمسة وثلاثون الفا وسبعمائة وثلاثة حكما غرامة واربعة وستون الفا وستمائة وواحد وعشرون حكما مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت اجهزة وزارة خلال اسبوع في ضبط اربعة عشر تشكيلا عصابيا ضموا سبعة وخمسين متهما قاموا بارتكاب اربعة وستين حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض سبعة واربعين حادث ما بين قتل عمد سرقة بالاكراح حريق عمد انتحال صفة وضبط مرتكبها باجمالي ستة وستين متهما كما تم اعادة تسع سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت اجهزة وزارة الداخلية خلال اسبوع من ضبط الف وثلاثمائة وثمان وعشرين قضية اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها الف واربعمائة وثمانية وستون متهما وبحوزتهم قرابة ثلاثمائة وخمسة واربعين كيلو جرام من مخدر الحشيش واكثر من سلاثة عشر طن وستمائة وثمانية وستين كيلو من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت قرابة تسع وعشرين كيلو جرام اضافة الى ما يقرب من ستة عشر ونصف كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد ستة عشر الفا وثلاثمائة وتسعين قرص مؤثر وتسعة وتلاثين الفا ومئة وواحد قرصة رامضو المخدر وضبط ستة ملاكز لعلاج الادمان هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي مائتين واثنين وثلاثين مليون جنيها كما تم ضبط قضية غسل اموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة عشرين مليون جنيها متحصلة من الادقار غير المشروع بالمواد المخدرة